السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم اليوم مع قناة لكي اليوم شاء الله جبتكم باقتراح للعاشاء سهل جدا ولا حتى الفطور كيتشوفوه تفكروا به الصيف وهذه هي الوجبة الصيفية سهلة جدا اقتصادية بدون لحوم بدون اجبان سهلة جدا طيب في دقائق معدودة 15 دقيقة ان شاء الله تكون واجدة اللي هي شكشوكة مكاشي مايعرفهاش مكاشي مايبغيش يديرها غيبغيتو نتذكركم بها وجبتلكم طريقة جديدة وهكا باش تخفف عليكم يعني تطيكم حاجة من السرعة هكا شوية ع السرعة وكلشي الاخوت العاملات وحتها اللي تكون هكا مزروبة في الوقت تاحها بسم الله على بركة الله كما راكم تشوفوه هنا عندي تلت حبة تعلب بصل متوسطة الحجم وعندي حبة تعلب بصل متوسطة تكون طيبة لك الطماطس ومتكونش قاسحة وعندي حبة تعلب فلفلة كبيرة الفلفل الاخضر الحلو احنا راني نقطع في البصلة تاعي الى شرائح تكون هذيك الشريحة تاعنا اللي نقطعوها تكون رقيقة شوية اليوم جبتلكم الفكرة اللي درتها لكم درتكم شكشوكة اليوم ان شاء الله في الكوكوت ولا في الطنجة الضغط هنا تخرج لكم شكشوكة عقدة وفي وقت واجيز يعني بسرعة تديروها 15 دقيقة وتكونوا مكملين الغداء تاعكم ولا الغداء ولا اللحشات تاعكم احنا نقطع فلفلة الخضراء انا نقطعها الى ايضا شرائح وتكون بعد اللي قسمتها لازوج قطعتها الى شرائحة الشريحة هنا وتكون كما هذيك البصل اللي قطعناها فون دايما نقول لكم الخوضر كتقطعوها قطعوها بقياس متساوي باش طيب لكم في وقت واحد يعني مشي واحدة تكون كبيرة ولا السمكتها يكون غليد والاخرى تكون رقيقة هاكا واحدة تطيب وحدة ما تطيبش بس هكي يكون وقع كيف كيف يطيبو في وقت واحد حطيتها هنا في الكوكوت تاعنا فوق هذيك البصل رشوفو هنا اياما مترطيب مهيب جدا بصلة من بعد فلفلة إلا كان عندكم ألوان قلت لكم ديرو الفلفلة ألوان الخضراء والحمراء والصفراء وايضا هنا رنقطع فالطماطس او الطماطم بعد اللي قلعت لها القشرة تاعها احنا ايه غاضي نقطعها اون دي اولا الى مربعات الطماطس معلش غاضي تدوب وقلت لكم ادو هذيك اللي فيها العصارة يعني الطماطس هذيك الطايبة على السوس ما تخدموش بالقاصحة اللي نديرو بيها السلاطة احنا حطيت هذيك الحبتات الطماطس شفتوا المقدار التحاب اللي كانت معتبارة كيتكم عفون تكبروا الكمية عفون منكم كيتكبروا الكمية ولا تكثروا بينها غاضي تزيدوا الطماطس احنا بعد اللي حطيت بالترتيب بصلة فلفلة طماطس دروك غاضي نحط فيها الملح الملح اسبها رغبة كل سيدة هنا حطيت حاولي نصف ملعقة صغيرة من الملح راح ندف معها الطماطم المنصبرة هنا اللي تبغي تديرها صحة لما تبغيش تديرها هنا لحها رج ما تديرهاش هولا تزيد الطماطس يعني الكمية الطماطم تاع الحبه تزيد منها هنا درت الطماطم المنصبرة حاولي ملعقة صغيرة ممتلئة خلطها غاي خلطة خفيفة هكا دروك ما رضي نزيد فيها حتى اضافة هادي نغلقوا عليها نجيبوا البلعة تاع الكيكوتا ولا تاع الكوكوتا او طنجرة الضغط نبلعوا عليها باحكان ونديروا لها السيفلي ولا الصفارات على الكيكوتا نشعلوا عليها النار كي نشعلوا عليها النار اللولا نديروها متوسطة نار متوسطة بعد نقصوها كي تبدأ تسيفلي وتصفر هذيك الكيكوتا نردوها نار هذي اتماما يعني تقريبا ناقصاقع باشي طيب انها غيفي ضغط طنجرة الضغط يعني غيفي هذك البخار والجو المضغوط داخلت على الكيكوتا لطيب انها هذي الشكشوكا وتخرج لكم عقدة وبنينة وبنتها رائعة وفيها هكا حاجة اكسابسونال على اللي مدارين نديروها في المقلة اللي تنشف معانا خف خف ودفون نزيدولها شوية تعلم احنا بعد اللي خليتها طابت مدة 15 دقيقة لا اكتر لااقل احنا شوفوا حلية عليها ما شاء الله شوفوا العصارة اللي عطتها لي عطتني هذيك الكروة ولا هذيك المرقة التاحة ولا شوفوا هنا ايا كيفا جيت هاهي ارني بيلكم فيها ما تلسقنا ولا خطر شا علاش اللول انا عفوا منكم درتها نار متوسطة وبعد درتها هذي اتماما طابت لنا في الضغط ضلوك احنا جبت شوية فلفل اسود اللي هو الحرور او الفلفل الكحل خلطتها معاها درت احتها مع التالي اللي تبغي الدف وتبغي التوم ديف التوم مع الخطر اللولة هنا كما راكم تشوفو هنا يرا فيها بزيف هذيك المرقة غادي نديرها تختار فوق المرقة شوية تشرب لي هذيك ونخلي في هذيك المرقة نبغي هذيك لاصوس اللي تكون فيها شوفوا ما شاء الله بعد اللي طابت قدمتها هكا وحدها وغادي نقدم معاها تاني بطاة طمقلية هنخليت هذيك المرقة باش ما تجيكمش ناشفة كتاكلوا معاها بطاة طمقلية ولا حاجة ولا تجيكم بنينا بزاف الصيف يعني كي انا كي ندير هذي الاوكلان هو يكون الصيف وقعب الصح تزيلوا تحسوه باللي طعم الصيف وطعم تاع بكريب بس كي هذي الوصفة بكريب بزاف كانوا ديروها لنا امهاتنا ربي يحفظهم وكنا الصيف نفوتو غي بيها وان شاء الله هنديلكم شكشوكات على البصل وان شاء الله هنديلكم انواعها واطباقها سهلة وصيفية اخرى انتمنى منكم تجربوا وصفة اليوم استودعكم الرحمن والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة